موسيقى أهلا بكم كلام في السياسة وفي أيام السياسة وفي أيام العمل السياسي الجاد من المهم أن نسمع لكل الآراء والتوجهات أصبح الآن كل شيء مطروحا للنقاش والمشترك الوحيد بين كل وجهات النظر مهما اختلفت هي المصلحة الوطنية مزدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني أصبح الجميع مشاركا في المسئولية وأصبح المجتمع كله ساحة لهذا الحوار رأي النخب السياسية والفكرية الآن لم يعد مجرد رفاهية وإنما ضرورة بناء وبما أن الطريق إلى الجمهورية الجديدة ومشروع الجمهورية الجديدة بدأ بفكرة اليوم نسأل نخبة من السياسيين والكتاب ما البنود التي يطالبون بإدراجها على أجندة الحوار الوطني ماذا عن رؤيتهم لأولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة؟ ما دور الصحافة والإعلام في دفع وإسراء هذا الحوار؟ نرحب بضيوفنا الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيخ ورئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس القناة الغالية علينا جميعاً دي ام سي أهلاً وسهلاً بك الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشيوخ أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك سيادة النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوافد بمجلس النواب أهلاً وسهلاً سيادة النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلاً وسهلاً سيادة النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية ورئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ أهلا وسهلا أهلا بحضرتك والأستاذ الكبير والخبيرة الإعلاني الكبير دكتور ياسر عبد العزيز شكرين تواجدك معكم أهلا وسهلا نبدأ على طول ساحة الحوار ولكن أيضا نرحب بجمهورنا من كلية الإعلام جامعة القاهرة اللي ننورنا هنا في الستوديو اللي نستقبل منهم الأسئلة كما هو معتاد في الحلقة وكما اعتدنا أيضا في مساحة الهواء الطلق نسعى للمعرفة قبل أي شيء ولكن نسرد محددات وقواعد النقاش يحصل كافة الضيوف على وقت متساوم في الحديث لا يحق لأي من السادة الضيوف مقاطعة المتحدث يحق لكل من السادة الضيوف طلب تعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقة يحق لمقدمة البرنامج التدخل فقط في حال الخروج عن هذه المحددات أو إضافة أبعاد لوجهة النظر المطروحة أو تصويب معلومة نبدأ من الأستاذ الدكتور محمود مستدر دكتور محمود إيه أهم البنود من وجهة نظر حضرتك التي يجب أن يتضمنها هذا الحوار الوطن قلنا نقول أن فكرة الحوار في حد ذاتها مطلوبة وهي مطلوبة طول الوقت يعني مش حاجة المفروض تكون مرسمية لا طول الوقت المفروض يكون في حوار أعتقد أن القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية المفروض تكون مطروحة في الحوار والحاجات اللي تحتاج إلى حد ما لطوافق مجتمعي يعني فيه أمور تحتاج إلى طوافق مجتمعي فهدي اللي محتاجة نترحى في الحوار لكن ما أخشى أن البعض يعتقد أن الحوار هو انكلاب لهدم كل شيء والبناء من جديد يعني البلد لا تحتمل هذا الأمر يعني البلد لا تحتمل أن إحنا لسه تاني هنبني تاني من جديد لأنه عيد اختراع العجلة آه لأنه عيد اختراع العجلة الأمر التاني اللي برضو أحب أنوه ليه أن الحوار هو حوار للدولة وليس لنظام يعني الحوار دي مفردات الدولة بشكل كبير كلنا دخلين نتحاور عشان نطلع الدولة دي قدام فقدامنا الدولة بعيداً بقى على ده نظام ده معارضة ده بتاع فإن شاء الله الأمور تمشي إلى الأفضل الأمر التالت أن المؤكد والفايصل أن الحوار آه مفتوح لكل الناس لكن الانتخابات اللي جايه سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية أو برلمانية هذا النظام هو اللي هيتحاسب على المخرجات بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو المعارضة مثلاً نهاردة قالت لازم يتعمل كذا أو حد قال لازم يتعمل كذا والنظام عمله النظام هو اللي هيتحاسب في السندية فبالتالي النظام المفروض بيبحث عن توافق حول قضايا معينة أو حول مشاكل معينة لكن في النهاية هو اللي هيتحاسب فلازم يبقى فيه زي مش عايزة أقول موافقة ولكن لازم يبقى فيه قبول وفيه لأنه هو كمان النظام هو الذي يعلم بدرجة كبيرة التفاصيل بتاعة الأمور ومعلومات الدقيقة في كل القضايا مع احترامي برضو لبعض الناس بما فيهم ممكن إحنا بنتكلم على الشاشات في الواسع يعني لكن في الشغل العملي وده ممكن الرئيس دائماً يتكلم فيه أول ما تيجي سيرة الحوار يقول لك اللي يجي يتحور معايا بس يبقى عارف مفروضات الدنيا كلها عارف الدنيا فيها إيه؟ الوضع في إيه؟ الطرح في إيه؟ هذا لا يعني اللي أنا بقوله أن النظام يكون له الأغلبية في الحوار لكن أقصد أنه هو هو لازم يوافع على الحاجات دي لأنه هو اللي هيتحاسب عليها انتخابية يعني مش شفناش نظام في العالم بيمشي على أجنت المعارضة وييجي هو في الانتخابات يتحاسب بكده أو بكده لكن شفنا توافق يعني بيحصل المعارضة بتطرح حاجة النظام بيدرسها يلاقيها مقبولة هتضيف لي وتضيف للدولة فأوكي وأخذ بالك وتساعد في التوافق ماشي على عكس بقى بعض الكلام اللي بنسمعه اليومين دول على بعض الناس اللي عايزين يحولوا الحوار إلى وكأننا دخلين في بلد جديدة بالنظام جديد بأسس جديدة وكأن اللي تبنى في الكام سنة اللي فاتوا الرول يعني مش موجودة وهذا غير صحيح على الإطلاق طبعا، سيادة النقل، أستاذ عامل حسين الأستاذ محمود في حديثه يعني وضع السياق بتاع الحوار إنه هو الانتقال بالعمل الوطني من مرحلة إلى مرحلة جديدة وليس البحث عن مخرج لأزمة وجهة نظر الحوار بغض النظر عن السبب إلى الحوار إيه؟ هل هو فيه أزمة إذن نحلها؟ ولا توفى جديد؟ ولا جمهورية جديدة؟ في كل الأحوال هو فكرة جيدة ومراحبة بها ولا بدأوا نحية لأنه فكرة الحوار، الحاجة محترمة وحاجة مهمة لو فيه أي أمراض في المجتمع، فيه مشاكل، فيه حاجات بتتنفزه، بتطلعه، والحوار الطبيعي أن يكون موجود فيه حوار طول الوقت لظروف خارجة عن إرادتنا جميعاً نعلمها طوال سنوات وإرهاب وتحديات ومشاكل الحوار الوطني بمعناه السياسي كان فيه صعوبات وفيه اختناق، والأمور كانت ماشية فوصلنا إلى مرحلة، الدولة استقرت بفيه، الحمد لله استطعنا أن نضرب الإرهاب والتطرف بصورة واضحة فبالتالي محتاجين أنه نحصل على أكبر قدر من التوافق الوطني أنا متصور على سبيل المثال أنه إذا استطعنا أن نعود إلى التحالف الوطن الذي كان موجوداً في 30 يونيو 3 سبعة ورجعنا له، أنا أظن ده يكون انتصار مهم جداً بمعنى أنه إحنا مش عايزين ندخل في جذل أسوأ حاجة ممكن تحدث في هذا الحوار أنه يطلع بعض الأصوات المراهقين يقولوا والله إحنا نشطرد كذا أو نعمل كذا أو عايزين كذا كل ده أصوات هتبقى بالمناسبة موجودة وهتستمر بس لا قيمة لها حقيقية في الشارع فيه عقلاء كثير في المعارضة المصرية وفي المشهد السياسي المصري أنا أظن أنه مهم جداً هم دول اللي يكون لهم صوت الغلبة والحكمة في الحوار السياسي مع النظام ومع الحكومة الحوار كلمة الحوار مع من مفترض أن يكون الحوار؟ الحوار لا يكون مع المتوافقين معك أو الموافقين صحيح لو أنا الموافقين أنا عندي مجموعة من الأحزاب المصرية موجودة مع النظام في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ ونزلوا انتخابات مع بعض فبالتالي الحوار مش معهم لأنهم الناس يقروا بين الأهداف والسياسات اللي موجودة لكن أنا أتحاور دائماً مع المختلف معي للبحث عن رؤية ورؤية مشتركة للبحث عن أكبر توافق وطني ممكن عشان أقدر أجدد الدولة أجدد المصارات السياسية أقدر عندي مشاكل واجه مشاكل موجودة في العالم كله بعد كورونا وأوكرانيا في العالم العظمه بيعاني من مشاكل وإحنا للأسف الشديد بنعاني أكثر لأن دولة مستوردة للبترول دولة مستوردة للحبوب دولة مستوردة حاجات كتير فبالتالي تأثرنا هل هذا هو السبب الوحيد؟ لا أنا أظن أن العام الأساسي أن الدولة المصرية صارت راسخة صارت قوية لم تعد تخشى أي تهديدات وبالتالي علينا العقلاء يستغلوا هذه الدعوة من السيد الرئيس ويبقى فيه حوار جاد حقيقي عاولة كيف نصل إلى أكبر درجة توفق وطني أنا يعني استمعت إلى حمدين صباح أجل تصريح مهم جدا للشروع أي قوة للنظام وللسلطة هي قوة للمعارضة وأي قوة للمعارضة الوطنية هي قوة للنظام هذا هو فهق عاقل لكن هنلاقي أصوات كثيرة جدا يقول لك عايزين معرفش كذا وكذا نركن دعنا جام ولا نتعامل معه باعتباره الأساس وأنا هستمع للكل طبعا هستمع لكل الأصوات المختلفة معايا عشان نقدر نوصل لي تصور مشترك الحل بتاعه لأنه فيه ناس كثيرة جدا بتتكلم يقولك عايزين نتكلم من أول اشتراطات البناء لحد آخر حاجة اشتراطات البناء مش مجال حوار سياسي دي قضية فنية ممكن لما نعمل إصلاح السياسي ونتفق على الأسس وننطلق دي تبقى في لجنة من اللجان الفرعية هي وغيرها من القضايا فبالتالي أتمنى ان احنا صوت العقل ينتصر انه هذه الدعوة هي فرصة جيدة للجميع ان احنا ننتقل انتقال خطوة لقدام حاجة مختلفة يبقى فيه كلام في السياسة وهذا هو عنوان ده شيء مهم جدا بدل احنا قدلنا فترة لم نكن نتحدث في السياسة نص السياسة كلامة سوزة وغيرها السياسة معناها العام اللي هي تفتح المجال دي نص السياسة كلامة طيب عايزين نص التاني اللي هو الفعل بقى ان شاء الله سيادة النائب سلمان وغيرها الكل يتحدث عن اهمية الحوار والكل مجمع على اهمية وجود الحوار الوطني بشكل عام ويعني حالة الرئة المجتمعية اللي موجودة دلوقتي والنقاش الحر المفتوح مؤكد ان حزب الواقف ده حزب تاريخي وحزب سياسي عريق وعنده التراكم السياسي اللي يخلي جاهزيته لمثل هذا الحوار قد تكون مختلفة عن احزاب كتير وقوة سياسية كتير حزب الواقف جاهز ازاي دلوقتي؟ شوفي طبعا بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة يمكن واحنا متكلم على دعوة الحوار فكرة الحوار ده طبعا فكرة جيدة جدا يمكن الحوار الوطني ده ناتج عن قرارات سابقة قدت الى النتاج اللي موجودة في حوار الوطني منها احنا سيبين لغاء حالة التوارق ده امر في ذات الاهمية ان انت النهاردة كانش ينفع تعمل حوار وفي حالة التوارق قرار الرئيسي الجمهورية بالغاء حالة التوارق ده امر الامر الثاني هو الاعداد الاستراتيجية الوطنية اللي حول انسان طبعا ده تسبق الحوار الوطني ايضا لجنة العفو الرئاسي طبعا ديت لها اهمية كبيرة جدا لكن كل هذه قرارات سلاس قرارات بعدهم يأتي الحوار هو ناتج ان يكون فيه حوار وطني يشمل كافة الاطياف السياسية وكافة الاحزاب السياسية وقوى السياسية يمكن ديت فرصة اعتقد ان احنا لابد كلنا نستثمر هذه الفرصة والدعوة للحوار وقال لنختزل الحوار ان يكون حوارا سياسيا بل يكون حوارا شاملا يكون فيه دعوة للغرف التجارية اتحاد الصناعات نسمع كافة الاراء لان انت في النهاية احنا كلنا مكتمة الاحزاب بتمثل الشعب المصري كلها الاحزاب كلها تبقى موجودة النهاردة بوراق عمل اعكيد احنا كلنا قضينا مش مختلفين عليها لكن احنا كلنا لو جبنا حد في اعدادي هتقول ايه مشكلة هقولك الصحة والتعليم والبطالة وكل هذه المشاكل لابد ان احنا كلنا عارفين المشاكل لكن لابد ان نوضع حلول وقطر ونماذج نقدر نمشي عليها ببرنامج زمني ويمكن احنا لو بنتكلم ببرنامج زمني ببرنامج زمني طبعا بكده حراك بتتكلم في منهجية معينة يعني الحوار نفسه ينتقل الى قليات عمل بشكل محدد بلا شكل انت احنا برضو نازم نرجع وراء شوي احنا كان زمان الحكومة كان عندها خطط وليست برامج النهاردة انتقت الحكومة الى برامج لابد البرامج تطبق من خلال هنعمل ايه في التعليم عندنا التعليم الفني هنعمل ايه هنشوف سوق العمل محتاج ايه النظرة اعادت نظرة فيه اكليات اللي موجودة زي التربية والاداب والقدم الاجتماعية السوق طالبها ولا مش طالبها لازم انا النهاردة اشوف العالم ماشي ازاي انتهى العالم الى ايه مثلا لازم النهاردة تعمل احلال وتجديد او احلال فكري ان انت تعمل جامعات تكنولوجية يبقى هي مطلوبة ان انت من النهاردة اكبر دعم النهاردة للنقد الاجنبي في مصر هو التحولات العامل بالخارج يعني انت لو اعادت شخص الشخصية المصرية او الانسان المصري انه يكون عنده اعداد في برامج الالكترونية وكذا وكذا هتعرف تسوق صح مش هروح يشتغل عامل مش هروح يشيل طوب لا ده هيروح يبقى مفكر هيروح يبقى يمسك شركة هيروح يبقى اونر في حتى هيدخل من احد الوافد اللي نهاردة بتدعم الموازن العامل للدولة ودي ممكن دعم مش مباشر لان انت نهاردة لما بتعمل اعداد شاب كويس حزب الوافد لسه ارستوكراطي ماله العامل بس لا ما احنا عندنا احنا اصحاب الجريب الزرقاء احنا احنا مدفعين حزب الوافد لسه ارستوكراطي لسه النازع الارستوكراطية دي احنا عندنا احنا دائما نتبنى قضايا الفلاحين والعمال وده ممكن فيه سابق سيادة النائبة تقدير موقف عام عندكم في التنسيقية اكيد انتو خلية نحل دلوقتي بتستعدوا ازاي للحوار وايه اهم البنود انهم جتنا وفي البداية يعني بشكرك على الدعوة الكريمة في الحضور مع قامات كبيرة وطنية وسياسية انا شاف ان الحوار ليه ارهاصات قبل كده منها منتدى الشباب يمكن حتى النسخة الاخيرة بالذات كان فيها وجوه كتيرة جدا من كل الطائرات اللي كانت موجودة ومشاركة بقوة الافطار الاسرة المصرية كان نفس النظام بدعوة مشاركين من كل الطائرات ووجوه يمكن ما يكوننش بنشوفها من فترة طويلة في احداث زي كده ايضا بالنسبة ليه تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يمكن برضو احنا سابقين شوية بخطوة احنا عندنا صالونات سياسية بيكون تقريبا شهرية اه كان في واحد مبارح على رفع الفايدة في الولايات المتحدة الامريكية وتقريبا كل شهر من ناقش قضية معينة وكان حتى بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة وغيرها كانت بتشارك معنا دايما في الصالونات السياسية وايضا عندنا المنتديات الموجودة في التنسيقية منذ طلق دعوة المشاركة في الحوار الوطني التنسية رحبت كبداية وفي نفس التوقيت امنى على مستويين مستوى ان كل الاعضاء التنسيقية متاح لهم ان هو يكتب رؤيته عن الحوار الوطني مش في المجال السياسي فقط لان هو ليس حوار سياسي فقط في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي وايضا الثقافي والفني وايضا وضع اطر لتنفيذ الرؤى دي لان يمكن انا بأيد اساسية الافاضل فيه ان البعض تصور انه حوار لاعادة بناء الدولة قادرت بعض اللقاءات لطرح رؤى للحوار ويمكن بصراحة زعجت من ان البعض شايف انه بيبني دولة من اول وجدين اولا دعوة الحوار جاءت فيه وقت الدولة مستقرة بكل مؤسساتها فيه فترة طويلة جدا يمكن انا شايف انه هو دعوة لإعادة لم شامل لفرقاء ثلاثين يونيو وده اللي بنتكلم عليه ووضع رؤية موحدة للدولة الجديدة او الجمهورية الجديدة اللي اطلقها سيادة الرئيس التنسئية بالعودة ليها كل عضو عندنا بيكتب رؤى معينة لتجمحها وطرحها في الحوار الوطني من خلال ممثل التنسئي في جميع المجالات وخاصة ان احنا عندنا كل الطائرات السياسية من اقصى اليمين الى اليسار في ملامح واضحة للرؤية لا اوه في اطار التجميع الرؤى لان كل زي ما بقول لحضرتك اللي في اليمين هيكتب رؤى مختلفة عن اللي موجود في اليسار غير الشاب السياسي غير اللي معاهه دكتوراه في ادارة الاعمال ومختلف عن اللي معاهه فيه سياسة واقتصاد طبعا سياسة بتايسير مطر اهلا بحضرتك وجهة نظر حضرتك ايه؟ كيف نمنع تحول الحالة الايجابية اللي موجودة في المجتمع الان انها ما تتحولش لطاقة تشاحن لان الان كل الاطر مفتوحة للنقاش الكل يريد ان يعبر عن نفسه ازاي نستغل الحالة الايجابية دي كقوة دفع سياسية الى الامام؟ بشكر حضرك على الدعوة الكريمة وسؤال حضرتك المهم الحقيقة لو نظرنا لاجابة السؤال بتاع سيادتك يبقى عايزين نقول انكار الزيت انكار الزيت ونقول بالحوار نجني السمار الحوار اللي احنا بنتجه اليه هو للوطن وللمواطن مش لمصالح شخصية ولا لاجندات خاصة باي خزب من الاحزاب او باي كتلة او باي قوة من القوة السياسية بالعكس احنا حطينا هدف الوطن في الامام وحطينا هدف لخدمة المواطن المصري ونكران الزيت ونبذ كل الخلافات اللي قد تحدث ونحط المبادئ دي قدامنا هيبقى ده الاتجاه الصحيح حضريك شايف المبادئ العامة اللي مفروضنا انطلق منها احنا من وجهة نظرنا كالتحالف احزاب مصرية حطينا اهم هدف لينا المحور الاقتصادي الاقتصادي لان الاقتصاد ده الاساس النهاردة لو احنا جينا قولنا ان لو الانسان ملقاش مسكن وملقاش اوتيوم وملقاش وظيفة والشباب ملقتش مكان تقدر تشتغل فيه وتحقق فيه طموحاتها وتحقق فيه حياتها السياسة بالنسبة له هتبقى ايه هتبقى عبارة عن كلام يبقى منه للهدم اكتر من انه للبناء لكن الحقيقة في البداية لو احنا قلنا الاقتصاد والحالة الاقتصادية والحالة المادية للمواطن وحشوفنا سيدة الرئاس يوم الان بيقول انا نفسي يبقى المواطن دخله عشر تلاف وعشرين الف جنة ده كلام كواس جدا لانه ده اللي بيعمل الاستقرار الحقيقي للأسرة بيعمل الاستقرار الحقيقي للنفوس وبنقدر نتكلم منه على التطلعات القادمة لصالح البلد لكن لو ما فيش الكلام ده حضرتك مش يبقى فيه استقرار لا سياسي ولا اجتماعي ولا اي شيء فهنحطين محور الاقتصادي اهم المحور محاور مقدامنا وبنفكر فيه ازاي نقدر نساعد في حل الموضوعات احنا من وجه نظرنا قد نختلف نقول احنا مش راضين عن الحاجة الفلانية بس بنحط معاها المقترح وقد يكون احنا خطأ وغير انه هو الصحيح ففكرنا في التحالف ان احنا بنفكر فيه المشاكل اللي موجودة وبنحط لها اقتراحات وبنبعث الاقتراحات دي لعله وعاسى تكون بتفيد الوطن والمواطن تمام دكتور ياسر يعني اكيد منذ اطلاق الدعوة للحوار من قبل السيد الرئيس حضرك رصد السياق الاعلامي والتفاعل مع هذه الدعوة فيه مشاهد واضحة او فيه امور واضحة حابين نسمع حضرتك اولا فكرة استهداف المعارضة من قبل المحسوبين على المعارضة رقم اتنين محاولة ابعاد الزخم في البدايات ابعاد الزخم عن دعوة الرئيس للحوار نمرة ثلاثة الاداء الاعلامية للجماعة الارهابية وتحديدا على السوشيال ميديا من جهة بيهجموا المعارضة اللي بتتجاوب مع فكرة الحوار ومن جهة اخرى يعني بعض الشخصات الشخصيات القيادية لديهم بيبعث برسائل على السوشيال ميديا انه يطلب ايضا الحوار قراءة حضرتك لهذا الصخم يعني طبعا احنا سمعنا كلام مهم جدا في الواقع وممكن يكون الكلام المهم اللي احنا سمعناه قد اتى على كل ما هو ايجابي بشأن هذا الحوار ووضحوا وفصلوا فبما ان انا اخر متحدثين فخلينا اقول لك بعض الجوانب اللي ما تقالتش الحوار ده نقاد الحوار بينتقدوه من اني زاوية اول زاوية ان الحوار ده شغل مسرح محاولة لاستهلاك الوقت والطاقة ده اول انتقاد بيقال عن الدعوة للحوار انتقاد تاني انه انه احنا عندنا ازمة اقتصادية كبيرة جدا وفيه انسداد وفيه طلب على افكار جديدة من المجال الاخر هو المجال المعارض يعني مش مجال الحكم الانتقاد التالت ان الحوار لن يفضي الى شيء وليس له محاول محددة ولن تكون له مخرجات محددة وان خرجت منه مخرجات فهو لن يعمل لن يعمل بيها ولن تفعل هي دي الانتقادات الرئاسية اللي تقال الحوار انا نصيحتي الاساسية اذا جاز لي ان انا انصح انه اول شيء يجب ان نفعله ان نتفادى الوقوع في شرك هذه الانتقادات كلها وبالتالي انه بما انت حالك شايف ان الانتقادات دي كلها خطط اشغالة عن الهدف الرئيس الانتقادات دي الغرض منها التشويش على الحوار واجهاده وشيطانة سورته او تلطقها في عيون الجمهور وفي عيون الخارج ايضا يعني انا يجي يقولك انه حصل ضغوط دولية على الحكومة المصرية وتم ربط بعض الاشياء في مجال المساعدات الاقتصادية او التعاون الاقتصادي بانفتاح سياسي وبالتالي الحوار ده جزء منها دي كل هذه الامور توجه الى الحوار اول شيء نفعله ان احنا يجب ان نتفادى التقاطع مع اي من هذه الانتقادات التي لا تعكس الواقع وانما تعكس الخطط المرجو اشغلنا بها لصرف النظر وسحب الزخم عن الحوار وطريقة ادارته ومنتجاته دي نمرة واحد فنتفادى هذه المساعدة نمرة اثنين انا في تقديري انه يجب ان ترسى على الاقل ده رأي متواضع من جانبي اربع اربعة محاور لهذا الحوار المحور الاول يجب ان يكون طبعا المجال السياسي المحور التاني المجال الاقتصادي المحور التالت مجال الادارة العامة والمحور الرابع مجال الثقافة والاعلام فيما يتعلق بالمجال السياسي اتصور ان احنا في حاجة شديدة لمنقشة الاحزاب ودورها ومدى فعاليتها مجلسي البرلمان ومدى فعالية مجلسي البرلمان وقدرتهم على مقابلة توقعات البنور السلطة الدستورية لا انا ما قلتش مدى دستورية مدى فعالية المجلسين مدى فعالية المجلسين انا 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 اعمل حوار اقول مدى فعالية القضاء يا دكتور مدى فعالية المجلسين في مقابلة توقعات الجمهور اهه انت العبارة مش اضحى لا دا سيد قراره يا فاندي تشكك في الفعالية لا يا فاندي بنا سيد قراره تمام بدى فعالية المجلسين في مقابلة توقعات الجمهور خلي بالك توقعات الجمهور احنا ممكن نرصدها فين؟ ممكن نرصدها في السوشال ميديا؟ طيب السوشال ميديا مش كلها متفقة على ان المجلسين بيؤدوا بالفعالية المناسبة تمام؟ فدي مسألة مهمة ان احنا يعني حريبة تتكلم على الحياة الحزبية والبرلمانية في مصر الحياة الحزبية والبرلمانية والحريات المدنية والسياسية بمعنى ايه الحريات المدنية والسياسية؟ ان احنا لازم هنناقش زي ما سيادة الرئيسة عمل موضوع لجنة العفو احنا هنناقش فكرة مساء للحبس الاحتياطي وميلة بالزبط فيما فيها من الممكن ان احنا نحتاج الى تعديلات قانونية ونناقش هذا الكلام ونقدم السبت مع البرلمان؟ نعم لا خلي بالك بص انت تكلم رجل بتاع اعلامي تمام؟ ممكن يكون عندنا افضل مجلس يوخ في العالم او افضل مجلس نواب في العالم تمام؟ لكن كيف ترى القطاعات الغالبة من الجمهور اداء المجلسين؟ ده سؤال اذا كانت القطاعات الغالبة من الجمهور ترى اداء المجلسين اداء مميز وفعال وايجابي خلاص يبقى كويس اوي احنا مش محتاجين حوار لكن اذا كانت القطاعات قطاعات مؤسرة في الجمهور لديها تعليقات او انتقادات على اداء المجلسين احنا عايزين نناقش كيف تكون هذه الفعالية على القدر اللازم يعني نعزز الثقة العمومية في اداء المجلسين ازاي هنعزز الثقة العمومية؟ هو ده مجال الحوار تمام؟ اللقطة... حركتب تقول بعض في المحور الادارة العامة المحور التالت الإدارة العامة الإادارة العامة الإدارة العامة بمعنى ايه؟ يعني مثلا .. الناس كلها عارفة ان احنا في موضوع التعليم ما قبل الجميع عندنا مشاكل عندنا مشاكل في سياسات بتتاخد وبنرجع عنها عايزين يناقش موضوع سياسات التعليم مثلاً في الإدارة العامة عندنا موضوع مثلاً لا هل تقصد تقييم الأداء الحكومي؟ أنا مش شايف أن الحوار هيقدر يناقش تقييم الأداء الحكومي لكن ممكن الحوار يناقش كيفية اتخاذ قرارات بشأن السياسات العمومية في مجال الإدارة العامة في مصر وإمكانية مراجعة هذه القرارات إذا ثبتت مجرد منعشة أو لطرح أفكار لازم يكون أفكار طبعاً لأنه خلي بالك إحنا اكتشفنا أنه فيه عندنا حاجات كنا ممكن نعرفها وما عارف نهاش كنا ممكن نعملها وما عمل نهاش وحاجات زي كده يعني مثلاً إنت نعمل تابلت ولا مش تابلت بابلشيت ولا مش بابلشيت دي مسائل كلها خدعة للنقاش هل خطة تطوير التعليم المتابعة في مصر الآن خطة ناجعة وهل ازدهرت وقدت يعني حالك بتكلم في محور التعليم لا أنا بتكلم ده في الإدارة العامة عندنا التعليم عندنا الصحة عندنا الإدارة المحلية عندنا كل جوانب الإدارة العامة في مصر لازم بقى فيه ورش بتناقش جوانب الإدارة العامة في مصر لأن الإدارة العامة دي هي اللي بتتصلها بمباشرة ببصالح الجماهير طيب المجال الاقتصادي ده محور التاني عند حضرتك المجال الاقتصادي المجال الاقتصادي محتاج نقاش وده النقاش اللي احنا هنسمع فيه أفكار جديدة سافتكن أن بعد مؤتمر الدكتور مصطفى مدولي بالأمس الصورة أيضا بقت واضحة بنسبة باستراتيجية الدولة بما يخص المحور الاقتصادي متهيالي لسه أنا تقديري يعني تم الإعلام بالفعل عن المجالات اللي هيحدث فيها تخارج من قبل الحكومة لصالح القطاع الخاص المجالات اللي هيبقى فيها التشارك المجالات اللي هيحدث فيها تخارج واضح أنا رأيي أن احنا عايزين نناقش احنا عملنا إنجاز تنموي كبير جدا في فترة صغيرة في فترة 7 إلى 8 سنوات مصر حققت إنجاز تنموي كبير جدا بكل المعايير حققتنا معدلات نمو مؤسسات الدولية كانت بتستغرب يعني كان في بعض المؤسسات الدولية اللي كانت بتتعدل تقييمتها إلى تقييمات أكثر إيجابية نتيجة لمعدلات النمو الكبيرة اللي حصلت وكلنا عارفين حتى يعني حتى المنتقدين أو الكارهين أو أعداء النظام حتى الجباعات الإرهابية كله عارف إن إحنا لولا كورونا كان مصار النمو الاقتصادي المصري يعني السؤال هيبقى كيف هنحافظ على هذه المعدلات لا 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 السؤال هيبقى إن إحنا رغم كل ده حصل إنه في مشكلة اقتصادية كبيرة حصلت في مصر في مشكلة اقتصادية كبيرة حصلت في مصر نتيجة لإيه؟ لإن إحنا ما أصلحناش هيكل التبادل التجاري إن إحنا الصادرات السلعية زادت ومؤشرات جيدة الأزمة عالمية ده صدر لأزمة عالمية ده صدر لأزمة عالمية نعم لكن هل كان بالإمكان تعزيز بعض السياسات وإطلاق بعض البرامج اللي كان من ممكن إن هي تساعدنا على زيادة حجم الصادرات وما شابه؟ أعتقد إنه في بعض الاقتصادين المصريين لديهم أفكار تستحق أن تسمع في هذا المجال بعض الاقتصادين المصريين بيطرحوا فكرة ضريبة المرة واحدة على بعض أصحاب الانصاروات الكبيرة بعض الاقتصادين المصريين بيطرحوا فكرة الضرائب تسعودية تمام؟ بعض الاقتصادين المصريين كانوا بيقولوا من بدري خالص إن إحنا لازم نركز على التصنيع أكتر من نركز على البنية الأسية والخدمات عايزين نسمع هذا الكلام ونسمعه بشكل محدد العنصر الرابع هو الثقافة والإعلام فيما يتعلق بموضوع الثقافة أنا رأيي نحن لازم نناقش فكرة أساسية يا فكرة هل القوى النعمة المصرية تتراجع أم لا وإذا كانت تتراجع فلماذا تتراجع أو حتى لماذا لم تحقق نفس القفزات الكبيرة اللي اتحققت على دول أخرى في المنطقة استطاعت أنها يتحقق فرق كبير النقطة الثانية في الإعلام الإعلام يجب أن يكون موضوعاً نفسه للحوار يجب أن يكون الإعلام موضوعاً للحوار يعني أنا مثلاً بأتساءل هل إحنا حسمنا فكرة إحنا عندنا وزير إعلام ولا عندش وزير إعلام ومين اللي بيقود النظام الإعلامي في مصر وهل المجالس أو الهيئات السلاس المنصوصة عليها في الدستور 211 و212 و213 قدرت أنها تقابل توقعات الجمهور وأنها تقوم على إدارة المجال الإعلامي بشكل جيد وفعال نقطة تالية مهمة جداً إحنا عايزين نعمل الفكرة اللي أطلقت قبل عام تقريباً عن إحنا فين التعبير الإعلامي الإقليمي والدولي بتاعنا وليه ما يبقاش عندنا هذا التعبير القوي اللي يستطيع أن يصل بصوت مصر إلى الخارج سواء كان في الإقليم أو في الدولة النقطة التالتة هي هل نحن بحاجة جنب المناقشة الانفتاح اللي في المجال السياسي انفتاح الحزبي ومراجعة أداء البرلمان بمجلسيه بالشكل الذي يعزز فاعلية مفترضة موجودة فيه هل إحنا بحاجة أيضاً إلى مزيد من التعدد والتنوع في المجال الإعلامي بحيث أنه هذا الانفجار الكبير والتشزي الكبير على السوشيال ميديا التي لا تخضع لضابط أو رابط إلا ما يقرره المستخدم لنفسه طوعة هل من الممكن أن ننقل بعضاً منه إلى وسائط الإعلام التي تسمى تقليدية بما أنها تخضع للتقييم وتخضع عدائها لشكل من أشكال الضبط والتقييم وبما أنها تلتزم أليات عمل أكثر نتجاً وأكثر قابلية للضبط وبالتالي نناقش كيف نصنع مجالاً إعلامياً أكثر مرونة وأكثر تعددية وتنوع هنا أنا تكلمت على ترابب يعني على الإجمال القصة محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور للإدارة العامة ومحور للإعلام والثقافة وكل المحاور دي بتخدم على درجة من درجات الإنجاز ربما قياسية في ظروف صعبة جداً دولة كانت بتطلع من تحت الركام كانت على حفة الانهيار على حفة تبديل الهوية بتستقر بترسخ بتقف على قدميها بتستعيد مكانتها ومركزها الإقليمي وبتحقق درجات من النمو كانت مصدر استغراب واندهاش وإعجاب لعدد من المؤسسات الدولية المعتبرة وبعض الجيران في الإقليم لكن تعثرات اقتصادية يلزمها درجة من المراجعة ضرورية حتى الذين يحققون الدرجات الكبيرة والعالية يحتاجون إلى المحافظة على هذا المصار بتحصين الزاد عبر مراجعة المصار وتعزيز النقاط الإيجابية وربما تجاوز ما قد يكون سلبية دكتور ياسا وحضرك حصلت على وقت أكثر من الوقت المخاصب أنا أقول لحضرك بس رأي حاجة أني أخذ بقى السانة عشان ما أقطعش لا إنت هتخصم مني وأنا هدفع صغيراً لكن لازم تراحس شيء يقول الكلمة تانية يقول الكلمة تانية لا 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 يفكر لازم تراحس شيء إن أنا الوحيد اللي ما عنديش أنا مش عضو في البرلمان فربما لقيت فرصة بقى قضاء البرلمان بيتكلموا في البرلمان أبس أستاذا حضرتك أستاذا حضرتك هنطلع فاصل بعد الفاصل هنشوف لو أين من السادة الضيوف عندهم تعقبات وهنستكمل المحاورة الأخرى في النقاش وهنستمع لأسئلة الجمهور اللي معنا اللي منوارنا من طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة فاصل ونستكمل النقاش أهلاً بحضراتكم من جديد وهيستمر النقاش في كلام في السياسة قبل ما نبدأ جولة الحوار وأنا أستمع لأسئلة الجمهور اللي منوارنا في السوديو هل في أي تعقب من سياداتكم على الكلام في الجولة الأولى؟ أي حد من سياداتكم طالب تعقب؟ نسمع الشباب أفضل لأ قبل الشباب إيه حضرك طالب تعقب يا أستاذ آباد؟ أنا طالب تأييد لمعظم ما قاله ياسر عبعزيز وشايف إنه هو محاور عاقلة وموضوعية تعظم ما هو موجود وتفتح مجال أكبر للعمل السياسي بما يقوي مناعة الجسد الوطني تمام سيادة النقف يا سيادة شكراً طيب نبدأ ناخد بقى من أسئلة الشباب ما شاء الله يعني الأسئلة طيب روايدة عصام عبد العال من الفرقة الثالثة كلية الإعلام جامعة القاهرة بتسأل الأستاذ محمود مسلم كيف يمكن توظيف الحوار الوطني واستغلاله بالفعل لصالح المجتمع بعيداً عن التجاذبات السياسية خلينا الأول نقول أن الحوار الوطني من وجهة نظري اللي ترحل نظام ده دليل قوة النظام وتفاعله مع الأحداث الأنظمة الجامدة عادة بتبقى صعبة لكن النظام القوي هو اللي يقدر يتفاعل مع الأحداث بشكل كبير وخليني أرجع أقولك أن ده ممكن يكون فاصل ما بين مرحلتين مرحلة كان فيها إعادة بناء وكانت ممكن محتاجة سرعة في التنفيذ أكثر ما ممكن كلام أو حكذا لأن البلد زي ما كل الناس قالت كانت على حفة الانهيار فكان محتاج سرعة في التنفيذ عشان نقوم حتى يبقى في شكل البلد يعني الآن الناس في كتير من المشاكل اللي إحنا مثلاً الرئيس سيسي السلامها في 2014 النهاردة تم حل كثير من المشاكل على مستوى الكهرباء على مستوى الطاقة على مستوى الإسكان على مستوى الطرق على مستوى الأمن والاستقرار حاجات كتير اتحلت لكن ما زال في مشكلات ودي طبيعة كل الدول أن في تحديات وفي مشكلات أن دلوقتي الأمور أكثر استقراراً بوقت يسمح أن الناس تبقى فيه حوار وزي ما قالت روايدة لتوظيفه لصالح المجتمع وقد يكون الحوار فرصة لجمهورية جديدة يكون فيها حريات أفضل يبقى فيها توافق أفضل ما بين القوى السياسية خلينا برضو نكلب بصراحة عشان الناس ما تزعلش بالكلام لو أنت بدأت من 2014 كان فيه حوارات وطول الوقت فيه حوارات بس ممكن حوارات جزئية لكن أنت لو بدأت بقى تاخد رأي كل المجتمع اللي كان فيه 2014 طالع من صورتين وفي كمة صورته وكل واحد شايف نفسه أنه هو الخبير الأوحد في كل المجالات ولازم الرئيس يسمع كلامه ونظام يسمع كلامه ولو بدأت فتحت الكلام ناوي في الوقت ده ما كانش هيبقى ما كانش هيزبع الشارع فيه تجمية احتياجاته لأن الناس في النهاية محتاجة تمشي تلاقي أمن تلاقي كهرباء في البلود بيوت بنية أساسية مستقرة كل الكلام ده لما اتعمل بقى فيه أريحية عشان كي أقول لك قوة النظام هي اللي بتدعو للحوار واستقرار البلد هو اللي بيدعو أن يبقى فيه حوار وأن يبقى فيه جمهورية جديدة هو اللي بيدعو منوج التنظر هو اللي بيدعو للحوار طب إزاي ده يوظف لصالح المجتمع؟ أن الناس تبقى مدركة بأن الحوار زي ما قلت في الأول هو إضافة للدول وزي ما قال الأستاذ حمدين مع الأستاذ عماد أن قوة النظام تضيف للمعارضة وقوة المعارضة تضيف للنظام لأن إحنا كلنا في بلد واحد ومش في بلد واحد إحنا مرينا بتجارب صعبة في كم سنة صعبين كلت الناس كلها إحساسها وشعورها الناس شافت مش سمعك الناس شافت أن ممكن بلد تنهار اللي كان خيال بالنسبة للناس الناس شافته بعنيها أن ممكن بلد تتسرق يعني على رأي واحد صاحب أيام الإخوان كان يقولي الواحد ممكن ينزل يلاقي عربيته تسرقت من الشارع لكن يصحى منهم يلاقي بلد تسرقت الكلام دا ما كناش بنحكيه يعني لو فيه قضايا فهوية بشكل عام أوكيه لكن مثلا ما مش نفسي أن فيه لجنة للعفو لجنة فيها شخصيات محترمة شغالة في العفو وأعتقد فيها ممثلين لمعظم التغيرات السياسية وتقدر تتفاوض مع السلطة وأعتقد الفترة اللي فاتت حصلت انفراجة شوية في هذا الأمر تكمل وتمشي لكن البعض بس ما يختزلش الحوار في هذه النقطة لأنه أنا رأيي أن دا صعب والأفضل أنا كنت مقد يعني أي الاقتراح وأتمنى أنه يكمل معظم هذه المشاكل كان سببها تواصل بعض الناس مع هذه الجماعة الإرابية الخائمة وزي ما قال السيدة النهاية بامات خليل على فكرة أنت لو بترجع اقتلاف 30 يونيا فحصل فيه شرخ حصل فيه شرخ من يتحمل مسؤوليته وكلنا ممكن نقعد نختلف في الأسباب مين اللي راح ومين اللي شرد ومين اللي عمل ومين اللي سوا مش مشكلة أنت مدام بتعمل التقام لهذا التحالف دي حاجة كويسة بس كمان أنت وانت بتعمل هذا التحالف أنت لازم تقول للناس القواعد الجديدة بقى في السياسة والناس تبقى متوافقة معك تتوافقة ومترافقش حرة بس إحنا مثلا أنا من وجهة نظر إحنا لازم نطرح أن الأحزاب والقوة السياسية تطرح فكرة مساق لمنع التواصل مع الجماعة الإخوانية هذه الجماعة الإرهابية الخائنة ورموزها لأنها دي سبب المشاكل ما تجيش بقى بعد السنة كمان نقعد تاني نعمل لجان عفو تاني ومش نقعد نيش حياتنا كلها في لجان عفو وقضية الإفراج على المسجونين بسبب أن الناس بتتعامل مع الإخوان هذه الجماعة الإرهابية المحزورة الخائنة اللي كلنا عارفين فخلاص الناس تبقى السياسيين ما يجيش بقى السياسي تاني بعد سنة بعد سنتين يبقى كل هدفه أنه هو عايز يفرج على الناس تانية راحة تاني تواصلت مع الإخوان مش هنخلص من القصة دي ما خلاص ما عتكتش أن في حد من تحالف 30 يونيا عنده شك أن هذه الجماعة لا تريد الخير لمصر بعيدا بقى سواء النظام موجود أو غيره موجود بسيئة لا تريد الخير لمصر خلاص نقطة وانتهينا منها يبقى الناس بتتواصل معها ليه طب الناس بتتواصل معها يبقى أهم أكيد نفس الأمر فييجي بقى الناس تتحبس ترجع تاني نلف نفس القصة المهم يعني في النهاية أنا شخصيا متفائل بهذا الحوار ومتفائل أن النظام بيفتحه وأعتقد أنه هو ده دليل قوة للنظام وليس دليل ضعف وأتمنى أنه هو يتاح أن الناس كلها تشارك فيه والناس ما تشتريتش لأنه محدش اشترط عليك يعني محدش جي قالك أنت هتيجي الحوار وتقول كذا أو تعمل كذا أو هنتفع لكذا فبالتالي أنت كمان ما تشتريتش طالما الأراء كلها للناس وزي ما قال الرئيس ممكن في إفطار الحصل أن يعني الخلاف يفسد للوقت القضية يعني عادي طبيعي أن إحنا ربنا خلقنا كلنا عندنا وجهات نظر في الاقتصاد في السياسة في الأمور الاجتماعية في الكورة يعني إذا مات بكل ترحابة وأنت عارف إيه أراءه إيه وبيعتقبلها وزي الفلو بيحترم رأيه الأغلبية فإحنا كمان لا مش أغلق هنا ممنوع المقاطعة هنا ممنوع المقاطعة هنا ممنوع المقاطعة أو من يطرحون الحوار عندهم أجنتة مسبقة بالنتائج التي تصل الحوار مؤكد لا واللي يخش يكتشف هذا يبقى قلاص من حقه بقى يقول لا لكن مؤكد إن فيه تمهيدات لأمور يجب يتم التوافق عليها والناس لازم ما دام النظام مد خطوة فالمعارضة مد خطوة لصالح البلد مش لصالح أي حاجة لأن إنت كمان ما بتعملش حوار في ظرف خليني برضا أكون صريح شوية إنت ما عندكش ضغوط خارجية دلوقتي وإنت حضرتك والأستاذ المد لسه رجعين من أمريكا وعارفين أن أمريكا أصلاً بتنسحب من العالم أمريكا بتنسحب من العالم وعندها مشاكلها فما فيش الأمر الثاني إن معانيش ما فيش مظاهرات في الشارع فنقول مثلاً إن النظام بيعمل حوار عشان فيه مظاهرات في الشارع عشان يستعب الناس لكن زي ما بقولك فيه رؤية جديدة فيه استقرار فيه أمر شايفين وكويس فيه قوة فيه أزمات آه فيه أزمات تحتاجة أن الكل يمدي إيده آه محتاجة أن الكل يمدي إيده من هذا المنطلق ماشي فبالتالي مش مش لازم بقى كل واحد يتشرط لا أنا مش عارف لازم تعمل إيه ومش لازم كل واحد يجيب هرجع أجيب من الأول يعني يا جماعة اللي تبنى اللي تبنى واللي تصرف في الثمان سنين ده كتير قوي واللي اتدفع اللي اتدفع اللي اتدفع اللي هو دم الشهداء للدفع كتير قوي تأكيدا على كلام حضرتك ما يحتملش بقى أن الناس تـ لا أتأكيدا على كلام حضرتك إحنا لو رجعنا لإعلان الرئيس في إفطار الأسرة المصرية الإعلان في نفس اللحظة اللي بيتم فيها الدعوة للحوار كان الإعلان لأول مرة عن عدد الشهداء في نفس السياق كذلك الحديث عن الحوار كان عن أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة فده تأكيد لرأي حضرتك ما هو معلش نص دقيقة هو تأديري أن الخلاف سيكون حولها الأولويات وده أمر مشروع طبعا الناس تقول لا والله ده الأول لا التعليم الأول لا الصحة الأول لا العاصمة الإدارة الأول لا بتاعه مش خلاف حوالين يعني ما حدش يختلف عايزينها تبقى أحسن حدش يختلف أن الناس محتاجها حرية محدش يختلف أن الناس محتاج الاتصاد لكن أولويات بقى طب نبدأ بإيه؟ نعمل إيه هو ده الكلاف اللي هو المشروع والمفروض أصلا يكون موجود طبعا سيادة النائج أستاذ عامد حسين أستاذ عامد تيقلي زي ما نصد محمود قال مفيش حد يختلف على قيمة الحرية من ذات الصحفيين يعني مفيش حد يختلف أبدا على قيمة الحرية بس دايما بيبقى فيه معضلة الحرية والاستقرار المزيد من الحرية قد تنتقس من الاستقرار الاستقرار قد يضغى على الحرية كيف نتغلب على هذا الممر؟ هذه مسألة جدلية وسوف تستمر نتذكر الجدل الشهير في 30 سنة بتوع مبارك كان البعض بيقول أنه لو لا الحريات مناخ الحريات الذي فتحه مبارك ما سقط نظام حسن مبارك ورؤيد وجهة نظر تاني بيقول أنه حسن مبارك نظامه قد انتهى إكلينيكيا سنة 2000 لكن الذي دعاله يعيش عشر سنوات هو الحريات التي كانت مقبولة هذا موضوع سيظل جدل لكن في كل الأحوال أنت يعني لو أنا اعتمدت سياسة أو اعتقاد وجهة النظر أنه عشان استقر يبقى يمنع الحرية يبقى مش أعمل حرية خالص طول الوقت وبالتالي وفي نفس الوقت مش أعمل انفلات كامل كالذي حدثها في الفترة 2011 2013 أو 2014 فالدنيا تروح في سكك يعني غير مأمون وبالتالي هو لا أحد يعتقد أنه نحن الحوار الوطن إذا سيقود أن نحن نبقى مقرى زي الدول الإسكندنافية على سبيل المثال بالضبط ولا يعني لكن عايزين يبقى عندنا أمل أن إحنا نتقدم من النقطة واحد أو اثنين إلى النقطة ثلاثة أو أربعة يعني ودي نقطة مهمة جدا وهي الواقعية كيف يمكن للمجتمع السياسي أو الطبق السياسي أن تكون كلها عاقلة بحيث أنها تدرك أن هي إحنا وقفين في إن دلوقت والمشهد السياسي المصري وتبقى فهمة في مشهد إقليمه متغير في مشهد عالمي إحنا دخلين على استقطاب وربما حرب باردة بدأت بالفعل بالفعل بدأ لأن النظام العالمي لن يعود مثلما كان قبل العملية الروسية في أوكرانيا وإنت داخل ربما البعض عايز يبقى فيه التعامل خشن من المجتمع الدولي مع بقية الدول العالم أنت معي ولا ضدي وده يرتب حاجات كثيرة جدا وشايفين أسعار البترول قفزت فيه وشايفين هل حضرك شايف استكمالا يعني لوجهة نظر حضرك هل حضرك شايف الأصل البدء من النقاط اللي فيها وجهات نظر مختلفة ولا النقاط اللي محل اتفاق من الجميع ثم ننتقل إلى النقاط المختلفة النقطة اللي قالها محمود فيه قضايا أساسية لابد ان احنا متفقين عليها محاربة الإرهاب مواجهة التطرف ان احنا دولة مدنية ان احنا دولة ديمقراطية انه لا مكان لي الأحزاب ذات التوجهات الدينية والمذهبية دي أساسيات باقي الأشياء هي يعني أنا ياسف ربنا سبحانه وتعالى اللي هو المقدس بالنسبة لنا نصر العالم لا يؤمن به فبالتالي اذا الناس بتختلف حول ربنا سبحانه وتعالى فبالتالي اي شيء وارد انك تختلف عليه وبالتالي علينا ان نقدر ونقر حق الخلاف طالما ان فيه قانون ودستور الاحتكام للقانون ودستور فأعود للسؤال بتاع حضرتك الأولاني ان احنا لاي درجة بنتكلم على التنوع او الحريات التي لا تساعد فيها بالدولة مش نطالب بحريات كاملة زي اللي هي موجودة في حتة التانية انها قد تؤدي الى ان اصحاب الاموال الضخمة اصحاب الاراء التي تدغضغ المواطنين هيستغلوهم ممكن ينفوزهم بس وانا بقفل على الناس دي افتع على اصحاب الناس اللي هم التيارات المدنية الديمقراطية تشاركني وتساعدني فبالتالي هيديني مناعة للوطن باكمله هيساعدني ان انا اقدر اخش ده العنوان العريض تحتيه اقدر اناقش الخلافات في الاولويات الاقتصادية هل نعمل طرق ولا ما نعملش هل نكمل المشروعات اللي بدأنا فيها ولا ننتظر شوية دي كلها خلافات فيه فروع لكن الاصل ايجا اقول انا ايه اللي محتاجه بسرعة اللي محتاجه بسرعة هو اكبر توافق وطني تحت هذا العنوان الرئيسي وليكن مثلا دولة 30 يونيو استعادة تحالف 30 يونيو مش بأشخاصه بالمناسبة الناس بتخلط بين الاشخاص وبين الفكرة الفكرة احنا عايزين يبقى فيه توفق وطني كبير بالقوة بالمناسبة التوفق الوطني مش معناه الاحزاب اللي هي اللافتات الصارخة ما فيه ناس عندنا لافتات حزبية وشخصيات تعبر عن نفسها نتكلم عن الرؤى نتكلم عن الرؤى والقوة السياسية الحقيقية ايه هي القوة السياسية القوة الاجتماعية الحقيقية انا عندي جمعية رجال العمال عندي الغرف التجارية اتحاد الصناعات عندي الناس اللي همون بتحت الناس اشواق الناس للعدل والتغيير والعدل الاجتماعية دي انا رأي الشخصي ان اقبل حزب ومعارض في مصر هو الناس الطبقة الوسطى اللي عايزة تعيش حياة قويسة والسوشيال ميديا شئنا ما بين حزب المعارضة الاقوى في مصر هو السوشيال ميديا دلوقتي مش اي حزب سياسي تاني فازاي تقدر تتعامل بالاليات الجديدة اللي موجودة التفكير بالاليات القديمة ان عندي معرفش الوفد والناصيري والتجمع والمصري الديمقراطي انا اسف الاحزاب السياسية المصرية التقليدية بعافية التربة السياسية الحزبية في مصر هشة لغاية محتاجين الدولة المصرية كلنا نعمل على تقوية الحياة الحزبية بمعناها الشامل المدني لانه دي اكبر ضمانة لعدم عودة التيارات المتطرفة مرة اخرى في انتخابات خريف 2011 القوى الدينية المتطرفة وزع الحقيقة في كل التقديرات ما كانش يزيد عن من 10-20% باستخدت اكتر من 66% لانه لم تكن هناك احزاب سياسية قوية كان عندنا لفتات قوية لكن ما فيش احزاب وبالتالي من اجل مصلحة الحوار من اجل مصلحة الوطن ومن اجل مصلحة المواطن من السؤال اللي سألته الاخت المحمود في اللحظة اللي يبقى فيه توافق وطني هنقدر نصل للقرارات صحيحة في الاقتصاد الاقتصاد ده هيعود بالخير والنفع على الجميع القتل الخناقات مش هتبقى في السوشيال ميديا ولا في الشارع هتبقى في المرلمان هتبقى في الصحف هتبقى في القنوات الشرعية والقنوات الطبيعية حتى لو ده كلام طبعا بيزعج احيانا بيبقى فيه ازعاج ودوشة بس صداع الاختلاف افضل مليون مرة من جمود الاستقراض سيادة النائب سليمان واحدان سؤال من الاستاذ محمد مجدي في الفرقة الرابعة قلية الاعلام بيقول ازاي نقدر نشجع الشباب في العمل السياسي انهم ينخرطوا في العمل السياسي طبعا يعني بشكر على السؤال ويمكن دي مشكلة صعبة جدا لان الشاب اللي موجود دلوقتي عازف على المشاركة فترة اللي فاتت ويمكن شوفنا في بعض الاستحقات الانتخابية ان الشباب واقف ويمكن ده احنا قلناه في المؤتمرات كثيرة جدا ان لازم الشاب يشارك أحدش يتكلم بالسانك انت تتكلم عن نفسك جيل مختلف، أفكار مختلفة لكن ده يرجع لدور الحزاب السياسية وده مهم جدا ان انت النهاردة الحزاب السياسية تفتح ابوابها وتبدأ توري البرامج ان النهاردة الحزاب السياسية الاسف شهيد يفط موجودة ولكن مش موجود برامج ليه بأس اقتبا ما مفروض بقى يعني مفروض النهاردة يعني هذي الحزاب السياسية اللي موجودة بتوجهتها ان تفتح برامج للشاب تفتح منصات للتعرف على برامج هذه الأحزاب لأننا الأحزاب اللي موجودة يمكن معظمها العقيدة والحزاب الدينية اللي عندها عقائد ويمكن بعدها حزب الوفد كحزب الليبرالي يتمنى الليبرالية في مصر لكن الشباب يمكن أنا بقول مش هقوله أنه مقصر أنه هو يتجه لهذه الأحزاب وأنه يشارك الأماشة موجودة النهاردة فيه تنوع كبير جدا من الأحزاب السياسية الموجودة لكن ده أرجع أنا بطالب أن يكون في يوم الأيام نرجع تاني أن مشاركة الأحزاب السياسية في الجامعات وده بشكل مقنن ومنضبط لأن الجامعات هي مفرخة مفرخة أن نقدر تستخطب بها التيارات وملتقى الشباب كثير جدا من كافة الكليات اللي موجودة والتنوع يعني هل ده ممكن يكون من ضمن إطرحات الورد في الحوار أن تعود السياسة مرة أخرى للجامعات؟ الجامعات بضوابط ومقدرات على أساس أنت فيه سقف مفيش حد فيه أولويات موجودة وفيه إطار ده على اعتبار أن غياب السياسة عن الجامعات فتحت المجال للتطرف يمكن أقول لحركة أنا أممكن كنت في يوم رايح في جامعة بانسويف وعشان نشرح تعدالة دستورية الشاب اللي موجود كان فرحان جدا أنا في حد قاعد يتكلم معاه حد يوصله حد يكلمه حد ينقشه بعض يعني بعض الأحزاب عن الشباب في الجامعات تحديدا ده عامل عامل حاجز كبير جدا لكن أنا بقول لحركة لو أنت النهاردة الأحزاب دخلت الجامعات النهاردة وتكلمنا من خلال ضوابط وبأكد على ضوابط في أن أنت تقدر تتكلم تعمل أدوات ثقافية تعمل كذا تعمل ورش موجودة هيطلع عندك جيل خلي بالحركة عندك جيل موجود فيه تكوين فكر جامع النهاردة أن فيه سياسة كيفية تعلم يتعلم يناقش إزاي يتحور إزاي يخش الحزب ده ولا يخش الحزب ده لأن أنت فيه النهاردة فيه بعض الشاب عازف فيه الجزء التاني بيروح ليلة الطيرات بقى المتطرفة لأن هم بيوصلولوه لكن الأحزاب ما بتوصلوش فده ممكن الأستاذ عماد دلوقتي يعني يفجر كده موضوع أو ألقاه كده طبعاً يا إحنا كنا بنقعد نسمع كلام إن السوشيال ميديا خلاص هي غطت على الصحافة بنسمع هذا الكلام ونقعد دلوقتي أستاذ عماد قال إن السوشيال ميديا كمان هي أهم حزب المعارض فهل السوشيال ميديا أصبحت بديلاً عن العمل السياسي الحزبي؟ يعني هو طبعاً عنده حق لأن إحنا برضو المشكلة للأزمات المالية الموجودة وقلة الموارد الموجودة للأحزاب مش قادرة الأحزاب تنتشر لأن الأحزاب لازم تكون موجودة في النقابات دي مهمة جداً لازم تكون موجودة فيه زي ما أحدك الجامعات لازم تكون موجودة فيه قطاعات كثيرة جداً في قطاعات المرأة والميدين كثيرة أنك تبدأ تنتشر للأحزاب السياسية لأسف شهيد الأحزاب السياسية في الفترة الموجودة يعني عشان الموارد المالية وعشان الظروف المالية الموجودة والنهاردة عشان تعمل مؤتمر فأنت تحتاج موارد كثيرة جداً محتاج برضو الأمر الآخر أن أنت نهاردة بنعمل مؤتمر أوارشة عمل للشباب بنعملها كل سنة مفروض ده كل ثلاث شهور كل شهرين على السيب أنت فيه تاخد أكبر كمية من الشباب ولا ياسف بس قبل ما نروح للسيادة لو قبل ما نروح للسيادة النابع مد خليل بس قبل ما نروح للسيادة الحدريك طالب تعقيد اللي مدد نص سنة النص ديئة فضل فان ياريك كانت الأزمة أزمة الأحزاب قلة الموارد المالية ما كانش بيه حنة كده وكانت تتحلت أزمة الأحزاب في مصر هي أن الأحزاب عاجزة وفاشلة والحكومة المصرية تتحمل جزء من هذه البتاع النية تدعمها هذا هو المشكلة تدعمها تساعتها تديها السبر أنها مش موارد مالية تسيب لها هامش من الحرية تشتغل نعم ما بقاش فيه تضييق أمني على أحزابك بالضبط طبعاً ما هو خلاص الأحزاب دلوقتي كلها محدش ما فيش حزب بقى بيكلم في تضييق أمني على فكرة كل الأحزاب مش سليمان بيه بس يعني كل الأحزاب دلوقتي لو بتيك تسألها على مشاكلة بيكلموا في موارد مالية يعني لم أستمع في هذا البرنامج عن تضييق أمني على أحزاب طب التبويل الموارد المالية مش هي الأساس مش هي الموارد المالية ليست هي العقبة الأساسية العمل الحزبي قائم على فكرة التطوع الناس بتيجي تنضم الحزب بناء على أفكاره وتضح تسعين في المئة من اللي بينضمه الأحزاب بيبحث عن وظيفة مش عن فكرة سمح محرك كان لك تعقيد آه يعني فكرة الأحزاب بس خليني نرجع لوارة شوية لأن احنا اتكلمنا يعني واضح أن طبيعة الشعب المصري في موضوع الحاجات المنظمة مش حزبي خلي بالك الكلام ده كنا بمسموع قبل يناير حوالين التضييق والأحزاب والحكومة لازم تديها فرصة بس خلالك شايفت الكلام دلوقتي يعني الكلام دلوقتي بقى مختلف يعني بقى أشحدي بيكام على تضييق أمني بس أنت مثلا من 11 ل13 ل14 ده أعلى سقف حرية وصلت للفوضى ومع ذلك عدد الأحزاب وعدد العضاء اللي كانوا فيها برضو ما كانوش كتير يعني هو عدد الأحزاب كتير أكتر من 140 بس ما عليش عرفها بلا فعالية بلا فعالية يعني أنا أنا كنت زمان شفت حاجة في المكسيك ودايما نتكلم عنها الأحزاب هتزعل بس ده لازم نواجهه أن مثلا بيجي في البرلمان في الانتخابات لو ما جبتش نسبة معينة من عدد المقاعد خلاص الحزب بيتلغي وبترجع تاني بقى تتسجل بعد فترة دورة ورورتين لأن لكن فكرة المئة أربعة حزب ما حانتش يعرفهم يعني لا بي ده ممكن يبقى مطروح في البرلمان كلمت في طبعا أننا محتاجين نراجع برضو قانون الأحزاب زم يعني نفس الفكرة أننا الأحزاب التي لن تنول ثقة المواطن المصر والشعب المصري بالتمثيل النيابي سواء في مجلس نوبة أو مجلس شيوخ أو حتى في المحليات يبقى ملاش وجود ومبقاش هتحل بقوط يعني فيه فرصة معلش طلبت عبد ودعم رمهم أنا مرة فات ما طلبتش أنت لديت الفرصة أنا رأيي كانت قائمة للأحزاب في المجلسين الحاليين الشيوخ والنواب أكبر عدد من الأحزاب موجود وموسلين كلهم الأحزاب دي سواء جيب التعيين من الرئيس أو جم من القوائم أو جم من الفردي بالتوافق وده كانت فرصة عداكد يعني كويسة جدا للأحزاب إحنا عندنا مثلا دي سواء حتى نعاكس فوق متهيال العشرين حزب وموسلين في المجلسين فلو العشرين حزب دول خلال الخمس سنين ما قدرش بعد خمس سنين ياخد عدد من المقاعد في الانتخابات يبقى 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 ده جزء برضه من السياق اللي كان بيترحه الدكتور ياسر نروح للنائب عمد في السياق النائب الأستاذ عمر الديب في سنة أولى كلية إعلام بيتكلم على بعض الانتقادات الخارجية لمصر بانتهاك حقوق الإنسان فهو شايف هل إن هل إحنا بنعمل ده أو الدولة بتقوم بهذه الخطوات لتقليل الانتقادات اللي ممكن توجه لها في مجال الحقوق الإنسان وعلى سيرة الخارج أنا حاببك وانا أسمع منك فيما يخص لو بنتكلم بقى على الطيف العام لثورة 30 يونيو الآن لا يمكن أن نخفل الجاليات المصرية في الخارج والدور اللي قامت به أين هي من هذا الحوار الوطن طيب يعني خلينا رحب عمر الأول وأنا بعتز به إعلام القاهرة أنا أخريك إعلام القاهرة وما زلت دارس بيها يعني في أحد برامج المشستير ده في البداية يمكن هرجع لحاجة شخصية شوية وهو الزيارة الأخيرة للجالية المصرية في شيكاغو ويعني كنا بصحبتك ومعنا النائب طرق الخولي والنائب محمد فريد كممثلين الوافد التنسئية وكمان هجيب مكتطفات من المقال اللي كتبته فيه مجلة روزال يوسف بتاريخ 5 مايو أيام الصمت والحذر في أمريكا قرد مباشر على السؤال يمكن بحديثنا مع الجالية المصرية وبعض الأمريكان وحتى الساس الأمريكان لوضع في أمريكا نفسها كحديث عن هو الإنسان وزي ما قال دكتور محمود مسلم هي عندها شأن داخلي صعب جدا صعب لدرجة بيع السوشيال سيكوريتي وحادث أخرى وأزمة في البطالة وأزمة في حتى المعونات وتصاعد عمليات القتل العشوائي يمكن أنا أتذكر لما كنا خارج الفندق وحد حذرنا أن كان فيه على بعد خطوات من هنا حدثة قتل في شيكاغو وأن المكان غير آمن في الوقت ده فيارد تفضلوا أن يكونوا جوا بالإضافة العدد الكبير من الحوادث الخاصة بإنعدام الأمان والاستقرار الاقتصادي وغضب من نظام بايدن حضرائي كوكت نظرك أن يعني إحنا لا نتلقى دروس من أحد هو أولا لا نتلقى دروس في الوقت الحالي وفي نفس الوقت العالم كله عنده مشاكله الداخلية غير كده إحنا بملف حقول إنسان مش هنقول أنه أفضل حاجة ووضع مثالي لكن إحنا على الطريق وضعنا الاستراتيجية قومية لحقول إنسان تم تشكيل مجلس قومي لحقول إنسان في كل الأطياف الموجودة وكل الطيارات في مراجعة من الحكومة لوضع حقول إنسان وإنشاء كينات داخل الوزارات المصرية ومراجعتها بشكل كبير في أيضا حتى طبيعة تشكيل اللي جاين حقول إنسان سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب فيها عدد كبير من الأشخاص اللي عندهم فكر معارض فإحنا مش بنقول الوضع مثالي بكررة مرة تاني لكن إحنا عملنا خطوات كبيرة وعندنا جدية وهناك تحديات في ملف هو الإنسان ولكن برغبة داخلية ورغبة وطنية يعني في الأصل هو إرضاء المواطن المصري مش إرضاء الخارج وبالعكس يمكن دي سياسة وضحة للرئيس عبد الفتح السيسي منذ بداية حكمه إنه دايما بيبحث عما لصالح الوطن والمواطن المصري طيب الجزء التاني بقى من السؤالي وهي فكرة إشراك الجاليات المصرية في الخارج في حالة الحوار الوطني يمكن ده يعني سؤال ذكي جدا بحيح حضرتك عليه ويمكن شفنا إحنا في اللقاء مع الجالية المصرية في شيكاغو وما كان شجالية مصرية في شيكاغو فقط كانت ممثلين لعشر ولايات اللي هي ولايات الوسط مقموعة الوسط بالكل وشفنا هم قد إيه شغفين ومتابعين للوضع الداخلي لدرجة حتى كان معظم حواراتهم معنا عن لجنة العفو عن الحوار الوطني عن الوضع الاقتصادي عن طرح كيفية إنه هم يساعدوا مصر إزاي في مجال السمار في مجال السياحة فغيره فأنا شايف إنه هم من ما تشملهم من خبرات في مختلف المجالات وأيضا وطنية شديدة ليهم إنه يجب مشاركة ممثلين للكيانات دي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا دول العربية لحامل رؤى ومشاركتهم في الحوار الوطني هل الحوار هيبقى من وجهة نظرك من خلال تحالف الأحزاب؟ هل هيبقى مجرد جولة الناقات؟ أم إننا هنبقى كبلد في حالة حوار مستمر الفترة طويلة؟ أنا بتكلم عن المدى الزمني لأن أكيد أنتو بتتنقشوا بدا الحقيقة أنا شايف إن الحوار هيفضل مستمر والحوار هيفضل مستمر والأفكار هتفضل مستمرة والأمال هتفضل مستمرة لإن إحنا وطن كبير وعدد كبير من الناس موجودة فيه فكل شوية هتلاقي حضرتك فيه ناس عندها طموحات أكتر وسقف الطموحات هيكتر وبالتالي الحوار اللي ابتدى بالفعل هيبقى المستمر إلى ومش هنقدر نقول إحنا هنحقق النتاة كلها لإنه كل ما هتحقق النتيجة هتوصل لإنك عايز تحسن منها وعايز تطورها وعايز تنفى الحوار هيبقى المستمر على طول اسمح لي بس حضرتك إن عايز أوضح حاجة الكلام اللي بتقال عن الأحزاب وأنا الحقيقة محبش هسمع إن الأحزاب في مصر فشلة اسمح لي حضرتك الأحزاب في مصر عددها 91 حزب اللي عايز يراجع يراجع لجنة شون الأحزاب 91 حزب طب موظم تقارير صحفية بتتكلم أكتر من 104 حزب إحنا نروح لجنة شون الأحزاب نقوم نجيب الرقم الصحيح ده رقم واحد رقم اتنين إحنا بنتكلم في دولة قوامها 100 مليون واطن أو يزيد فرنسا فيها حزب كل مية واحد فرنسا فيها ربعمية وتمانية لا حزب كل مليون ومئة ألف يوم حزب بالتقسيمة تقريبا يعني فرنسا فيها ربعمية وتمانية حزب وفي النهاية بنشوف المنافسة والسلطة وليه حضرتك من كلامك كده حاسس إن إنت عايز تبعد فكرة اندماجات الأحزاب إن إيه؟ فكرة اندماج الأحزاب أو عايز تبعد الفكرة اللي دكتور محمود مسلم قالها صراحة الحزب اللي ما يحققش يتلغي زي بعض النماذج في دول هو في دول لغة الأحزاب وفي دول عندها أحزاب كتيرة وما لغتهاش بالعكس ده إحنا عايزين نزود الأحزاب بتاعتنا يجوز يجوز إن يطلع من حزب مش ممثل فكرة تفيد المواطن ما كده يبقى رأي سياسي مش لازم يبقى حزب والحزب بقى رأي سياسي الحزب مش دوره إنه هو يوظف ومش دوره إنه هو يوزع ومش دوره إنه يعمل حزب فكرة سياسي مجموعة بتتألف مع بعضها فكرة سياسي النقطة التانية لما نشوف إنه أرض خمناها الأحزاب مش هدف المشاركة في السلطة؟ وهدف المشاركة في السلطة وهدف الوصول للسلطة وهدفه 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 فمشاركة في السلطة حترطتهم كل مرة واحدة أيوا ده حقيقة فدي دي 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 نقطة ايه كلمة على نساننا كلنا بستنين بس بستنين شهر الجزء التاني ان النهاردة لما نشوف الأحزاب انها بتبتلي تتحرك على الأرض والنهاردة شوفنا في المجلسين اكتر من 20 حزب وممسلين دي خطوة على الطريق خطوة على الطريق نشجع بيها بيت الأحزاب الأخرى عشان تقدر توصل إلى المناصب لكن في النهاية لا يمكن كل كل أحزاب تبثل في البرلمانات استحالة ما هو هنا بقى بديتكلم الأوزان النسبية للأحزاب وبالتالي احنا محتاجين نفكر في طريقة أخرى نخلي للأحزاب دور يبقى ليها عدد أكتر في المقعد اللي جاي من كلام حضرك وكلام طبعا السادة الديوف واضح ان محور الإصلاح الحزبي هيبقى يعني من المحاور هيبقى لي دور اللي يبقى فيها شغل يامن قوي في الحوار النقطة الأخيرة عشان ما تقولش على حضرتك إن الحوار ابتدى وهيفضل مستمر زي ما سيادتك قلت وفي نفس الوقت بلا شروط وبلا قيوت احنا عايزين نتكلم عن مصلحة وطن احنا عايزين نتكلم عن مصلحة مواطن مصلحة وطن ومواطن مستمر النقطة بس عايزة أرجع برضو لوجود ودخول الشباب إلى الأحزاب أو الاندماج في الأحزاب الحقيقة اليوم حق لأنهم مش شايفين إن هو ليه دور أو هياخد منصب أو هياخد كله قاعد في كرسيه طبعا يعني كتير بيتكلموا على الديمقراطية داخل الأحزاب بالضبط إذا احنا دينا للشباب الحق والحرية في إنه هو يتقلد مناصب داخل الأحزاب ويبقى ليه دور فاعل ويجيب معاه مجموعة من الشباب هو ده اللي احنا بنتمنىه في الفترة اللي جاية وأعتقد أن الأحزاب تعمل الكلام ده طب دكتور ياسم والسؤال من الأستاذة هاجر وائل أبو العزم في فرقة الثالثة كلية الإعلام جمعت القاهرة بتسأل حضرتك من وجهة نظرك ما هي الاستراتيجيات أو الآليات الواجب اتباعها من قبل الإعلام لتحقيق الفعالية المطلوبة للحوار الوطني والمراد منه ولا يكون مجرد حوار فقد وقد تمام ممتاز سؤال ممتاز بقى بشكر اللي كتب السؤال آه سؤال ممتاز طبعا كلية الإعلام جمعت القاهرة ده الأستاذة هاجرت واشتعرفت عمله بقى صعب عليك كلية الإعلام جمعت القاهرة دايما بتعمل الاختراقات دي يعني فلإن أنا هاخد مدة أقل علشان ما جورش على حق زملائي فهكسف كلامي شوية فسامحني يعني بس عايز أنطلق من اللي قاله الأستاذ عماد أستاذ عماد قال فكرة براقة جدا أعتقد أنها تستحق الوقوف أمامها لو أنا فهمت صح؟ طبعا قال ثلاث أشياء مقابل ثلاث أشياء قال الأحزاب مدنية قوية وفعالة مقابل ترك المجال السياسي للإرهاب والتطرف والأحزاب ذات الإسناد الديني إن دا هي دا لو فهمت فكلما نقوي المجال الحزبي المدني وكل أحزاب قوية وفعالة وبتعكس مردودة على الأرض دا هيسحب البصات من تحت أقدام الجامعات المتطرفة لو أنا فهمت صح قال برضو ضدين أخرين قال إنه بناء توافق على مسارات السياسة الاقتصادية هاي جنبنا كتير ربما بعد جوانب الخلل أو الإخفاق أو عدم الوصول إلى الفرص البديلة المتاحة يعني إحنا واتكلمنا مع بعض واستعاننا بمخزون الخبرات الكبير مش شرط لجوة السلطة ممكن لبرة السلطة كمان لكن طبعا تحت سقف الوطنية المصرية وضمن الولاء للدولة إن إحنا نستطيع أن نصل إلى خيارات اقتصادية عليها توافق أكبر وبالتالي ممكن أن تكون هناك نجاح أكبر النقطة الثالثة كان الورقة الاقتصادية لأسف مقاطع حضراج بس الورقة الاقتصادية اللي تقدمت في التمانينات المؤتمر الاقتصادي في التمانينات كانت جاي من حزب التجمع ممكن النقطة الثالثة اللي هي اللي أنا يعني عايزة أقف عندها اللي هي فكرة إنه السوشيال ميديا السوشيال ميديا كيف تحولت إلى أكبر حزب سياسي مقابل الإعلام التقليدي وأنا لو أنا فهمت صح هو يقصد إنه كلما الإعلام التقليدي يقوى ويكون أكثر يعني علاقة عكسية بالزرط لكن كلما زادت مساحة الحرية لدى وسائل الإعلام كلما تأكلت مساحة المصدقية لدى السوشيال ميديا لا الزخم والزخم والتفاعل ينسحب إلى المجال الذي يخضع للتقييم يعني الناس تتكلم في السياسة في مجال خاضع للتقييم في مجال خاضع للمراجعة يعني إحنا قبل ما مننشر حاجة قبل حضرتك ما تتطع تتكلم دلوقتي فيه وراء فريق كبير فيه تدقيق في كل كلمة وكل معلومة كم واحد يشتغل معاك علشان توصل لنت تتكلم معنا دلوقتي خمسة مثلا 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 دول يشتغلوا معاك فده ففيه مراحل في التدقيق كمان إنت تتخضع لسلطة المجلس العالم للتنظيم الإعلام لو عملت لقدر الله شيء ما هتحاسب وقبلها ضمير مهني وإنت خضع للنقابة وقبل كل ده ضمير مهني مثلا إنما لو أنت واحد وراء الكيبورد حتى أصلا أنت حسابك زائف أنت اسمك جريح العناد أو الرمش الحائر واعمل أنت عايزه فدي كرسة أستاذ عماد قال فكرة ممتازة عايز الناس تفهم القصة دي الرمش الحائر ده والله واحد يكتل اسمه الرمش الحائر بيكتل في السياسة لا نعرش إليك أه الفكرة لها أستاذ عماد وعايز أقف عندها شوية إن حتى هي لفتت نظرك لما قلت له حزب السياسي أكبر حزب السياسي لا ده مش في مصر ده في العالم كله يعني ترامب بس من قداش نقول لها حزب السياسي لكن يقول عليها جماعة ضغط أو قوت ضغط أكتر أكتر هقول لسيادتك سنة 2017 دونالد ترامب قال لو لا تويتر ما وصلته إلى الرئاسة هو اللي قال مش أنا تمام ودلوقتي الأخ إيلون ماسك راجع لتويتر عشان أحد الأسباب الرئاسية إنه يراجع ترامب والكلام في أمريكا دلوقتي إن 24 فيه فرصة كبيرة للطيار المحافظ أو اليميني على أسنة رماح السوشيال ميدي طب بلاش الانتخابات الفرنسية الأخيرة الناس كلها فهمة إن اللي كسب أبو راشح وسط ماكرون هو كسب صح بس اليمين تقدم صحيح اليمين أحرص تقدم و اليمين المتطرف تقدم صحيح يعني تتكلم على زمور وبتتكلم على أه أه تتكلم على بوري السياسي للسوشيال ميديا باركوس شميث ده رئيس الاتصال في الحزب مسؤول الاتصال قال لولا فيسبوك لما كنا موجودين و ده حزب ليه بقى تمثيل في البونستاج أو البرلماني الألماني و ليه عدد من المقاعد يقول لولا فيسبوك لما كنا موجودين فالقصة اليمين اللي تقدم ده في أوروبا و في المجر و في بولندا على أسنة رماح السوشيال ميديا فاللي قاله سيد أحمد كلام سليم بنسبة 100% و هنا خلي بالك اللي خايف ده اللي شايفه خايف ده لازم تسمعه خلي بالك السوشيال ميديا يعني فريدم هاوس سنة 2019 أحصت 30 عملية انتخابية جرت في العالم فريدم هاوس مؤسسة لها اعتبار 30 عملية انتخابية مساعدة عدد بدل الجامعات وجدت أن السوشيال ميديا تأثير مباشر و حاسم في 25 عملية انتخابية من خلال أسليب التلعب والتضليل 25 من 30 ده حسب إحصاء فريدم هاوس إذن أي استهانة بهذا المجال سندفع ثمنها غاليا موضوع التطرف والإرهاب 80% من الذين جندوا لصالح داعش مع الدراما كمان وضح عن طريق السوشيال ميديا الحادثة الموتة العالم من تويتش ده بس حي ده ولد عنصري دخل بيأتي العشرة بلايف على لايف بيبس على تويتش فإذا أي تقليل من القصة يعشان كده لما نيجي نعمل الحوار ده دلوقتي لازم هذه القضايا تطرح وهذه القضايا في حكم معرفتي أنا أو في إطار معرفتي المتوضعة لم تطرح على هذا النحو على مجال للحوار العمومي في مصر هتسميها ايه؟ ما أنا قلت لك في محور الصحافة والإعلام هي دي القضايا التي يجب أن نواقشها دور الإعلام دور الإعلام النهاردة أنا في تقديري إن إحنا في حصة نموذجية لما يمكن أن يكون دور الإعلام في مواكبة الحوار الوطن ليش عشان أنا أعد معاكم ولا فيه الكوكبة الندرة دي ولا علشان إدارة حضرتك ولا زبلائك اللي وراء الشاشة لأ عشان هنا قيلة كلام حقيقي قيل لك كلام حقيقي وإحنا دلوقتي أنت تقدر دلوقتي لو لخص تطلع بخمس أو ست نقاط غاية في التحديد بثلاث أو أربع محاور غاية في التحديد أنا أتصور إن ده بيان على المعلم إنه إحنا نتكلم تحت صقف الوطن احترام الدستور تحت صقف الوطن في الإعلام الوطني باحترام الدستور والقانون وبتقدير لكل الجهد الذي بوزل على مدى سبع أو سماني سنوات فائتة مصر جاءت فيها من تحت التراب وأصبحت في مكانة يراها الجميع ويمكنها أن تنظر لذاتها وأن تعدل بعض سياساتها وأن تكترح أو تحقق ما تستحقه بالمكان ومنطقة نشكرك دكتور شكرا جزيلا وشكرا يعني حتى على الإشارة بحالة الأحوار خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل جولة الأحوار الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل النقاش في جولته الثالثة والأخيرة وإجمالا هحاول ألم الأمور المشتركة في أسئلة جمهورنا الكريم اللي منوارنا من طلبة كلية الإعلام وهيبقى سؤال موحد لحضراتكم أولا كيف أشعر المواطن بأهمية هذا الحوار أثنين كيف تتحول السوشيال ميديا من قوة في اتجاه سلبي إلى قوة في اتجاه إيجابي فهترك بقى الكلام لحضراتكم دكتور محمود سلم يشعر المواطن لما يلاقي أنه هناك تغيير حصل بعد الحوار ولما يقعد قدام الشاشة يتابع الحوار يلاقي أفكار جديدة يلاقي حوار راقي ما يلاقيش أي كلام فارغ بيتقال ويلقي توافق ويلقي نموذج ديمقراطي حقيقي وزي ما قال الصديق العزيز الدكتور ياسر عبد عزيز النموذج اللي هي فكرة التباين في الأفكار لا تفسد خلاف لأي شيء بس الناس كلها تبقى عارفة أن دي أفكار فيها خلاف وأن الدنيا مش محتملة وطبعا الحوار في حد ذاته يعني أنا رأي أنه مبادرة راقية جدا ويجب استثمرها من كافة عناصر المجتمع للتعبير عن قراءة وأفكار لأن أكيد كلنا عايزين نبني بلدنا دي حاجة لا خلاف عليها واللي عنده فكرة يقدمها لأن فينا البلد محتاجة كل واحد يعني أكيد لما يكون البلد فيها عدد كبير بيقولوا أرأهم وبيفكروا أفضل ما يكون عدد أليل هو اللي بيفكر وبيدير دي حاجة معروفة بالنسبة لل... فطبعا المواطن لما هيلاقي ده أكيد المواطن هيشعر بكمة الحوار وأهميته وأن هناك تغيير حقيقي في الأمور الأمر الثاني فيما يخصش سوشيال ميديا السوشيال ميديا يعني غول الناس كلها عرفة وللأسف أنت بس مشكلة سوشيال ميديا أن أنت حتى الآن ما بتقدرش تفرز الحقيقي من المواجهة أنت عندك لجانة إلكترونية شغالة يعني أنت بتبقى قاعد قدام الجهاز مش لازم أسماء زي ما الدكتور ياسر قال مش لازم أسماء زي ما الدكتور ياسر قال لا يعني عندك لجانة إلكترونية وإنت بتبقى قاعد قدام الجهاز مش عارف مين وراء مين بيقول إيه إحنا شفنا صفحات كانت بتاعة أكله ووجباته ومرة واحدت لقلبة سياسة وبتدير رأي سياسة يعني برضو فيه ما نقدرش نقول كمان أن في كل الأحوال الرأي العام اللي على السوشيال ميديا هو رأي عام حقيقي وإلا كانت كتير من نتائج الانتخابات سواء هنا أو بره اتغيارت لكن ده لا يمنع أن السوشيال ميديا لازم برضو نراعي الرأي العام فيها لكما ندرش نقول في كل أحوال الحقيقي وأعتقد أن السوشيال ميديا أثرت في كثير من القرارات الحكومية وغير الحكومية في الفترة اللي فاتت لما الناس بتشعر أن هي رأي عام حقيقي وليس رأي عام مزيف بنواجهها زي أنا مع الدكتور ياسر أن كل ما يبقى في حريات وكل ما يبقى في الصحف والمواقع بتاخد ثقة وتاخد مهنية لأن ما فيش حقوق بلا مسئولية وإلا هتبقى برضو هنرجع تاني لأيام الفوضى كل ما الناس بتعامل مهنية والمهنية هي يعني دايما أقولي المهنية هي الرد الواقع على أي حاجة يعني المهنية هي اللي بتحمي هي اللي بتحمي الحرية وهي اللي بتحمي المحرر اللي بيحاول جان الله يرحمه الأستاذ ويل الإبراشي في أحد الحوارات جاني كنت بقوله الحرية المسئولة قال لي ما تقوليش الحرية المسئولة يا في حرية يا ما فيش حرية بلاش العصاية اللي بتنقصي الله يرحمه أستاذ يا متحسين سوف يشعر الناس بقيمة الحوار عندما يلمسون تغييرا في جودة حياتهم في ظروفهم إلى الأفضل كلمة الناس هي كلمة مطاطة كلمة الرأي العام والجمهور دي كلمة واسعة الجمهور متنوعة عن الرؤى والاحتياجات والأفكار والمذاب لكن احنا بتكلم هنا ما بنقولي الناس الغالبية العظمية من التيار العام العريض حينما يشعر أنه أولا فيه الناس احنا دلوقتي عادين نتكلم في السياسة بنتكلم فيه توافق فيه نقاط بدل من أنه ما فيهش حوار خالص أو أنه قاعدين نتخانن فأول حاجة علينا أن نحن نرحب بالدعوة للحوار ونعظمها ونقدرها ونستثمرها الناس كلما حست أنه فيه حياتهم اتغيرت إلى الأفضل لما نيجي نتكلم في الأولايات الاقتصادية وحياتهم تتغيرها يبقى فيهم أنه ده بسبب الحوار أنه نعمل المشروع ده مش ده دي حاجة مهمة جدا هتوصل لناس تبقى آراءهم وأفكارهم قدرت عبر ممثليهم المختلفين فيما يتعلق بي السوشيال ميديا كلما زادت مساحة الحرية المسؤولة لوسائل الإعلام العادية المسؤولة التي يمكن ضبطها ومحاسبتها كلما عادت وسائل التواصل الاجتماعي إلى دورها الطبيعية وأنها وسائل التواصل الاجتماعي الناس تسلم على بعضها مش حزب سياسي مش بيقول أراء هو دوره قوي جدا لأنه وسائل الإعلامي اللي احنا أحيانا نقصر فيه أداء واجب هل ستختفي وسائل التواصل الاجتماعي وتقل إذا تحسنت الأحوال لا هذا وحش لكن يمكن لك أن تروضه مساحة التواصل الاجتماعي في النهاية في الغرب قليلة لأن الأحزاب السياسية والحياة السياسية قوية لكن في المنطقة العربية لظروف يطول شرحها الحياة السياسية بعافية فبالتالي دور السوشيال ميديا المدمر بيزيد الدور التخريب بتاع اللجان ومثالهم هيوعد مش علينا أن احنا نتعامل معه ونعرف أنه هو لكن في اللحظة اللي احنا مصر تمكنت من التغلب على هذه القوة الدور بتاعهم بدأ إيه لي؟ هو الآن فقط يهاجم الذين قبروا بالحوار وده نقطة مهمة جدا هو يتمنى أنه يكون مخاطب والحمد لله أنه بعيد وعايز يدفع الاتجاه الآخر أيضا إلى مهاجمة المعارضة التخريب طبيعا هذا هذا لأنه ببساطة أي نجاح لهذا الحوار هو ضرب ليه تاني هو بيخرجوا من عباية المعارضة بيخرجوا من عباية كل شيء هو بيحاول يسحب على نفسه عباية المعارضة وبالتالي دنوطت كيف يمكن لك أن تجمع أكبر قدر من الناس المؤمنين بدولة القانون والدستور والدولة المدنية كلما قدرت تجمع دول على أرضية دي كلما ضربت المتطرفين أكتر بشك حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب سليمان واحدة شوف طبعا نتائج الحوار الوطني لابد أن يترجم إلى تشريعات لأن لو ما ترجمش إلى تشريعات هتكون أنت بتتكلم مجال حوار وكلنا بنلقي أفكارنا ولكن الملزم هل كل ما يطرح يجب أن يترجم إلى تشريعات؟ حسب ما تتلقم هذه الأطرحات أنه يترجم إلى تشريعات لأن التشريعات هي اللي في النهاية بيمس في مواطن مصر لأن نهارده فيه مشاكل كثيرة جدا فيه الإساسمار فيه مشاكل كثيرة جدا فيه سياسات الحكومة بالنسبة للزراعة بالنسبة للصناعة بالنسبة للتعثر بالنسبة للمصانع فمحتاج أن تعمل تشريعات هذه التشريعات أيضا الشبكة الحيمان الогتماعية شكلها إزاي هتحفظها إزاي بالنسبة للسوشيل ميديا بلا شك أن السوشيل ميديا هي مكون رأي العام وأنا بقول على الإعلام الوطني إذا تخلى عن دور أو سب مساحة لأي حد آخر أنه يشغل هذه المساحة فما تزعلش منه ما تلومش عليه لكن هو لازم من دور الإعلام الوطني أن يكون هناك يعكس التنوع يعكس التنوع ويكون هناك فيه تعددية في الأراء في الأفكار فهيمل هذه المساحات كلها ولا يستطيع أن يجد مساحة إلى الآخر وفي الآخر إحنا بنلوم على نفسنا لكن إحنا لازم إحنا يعني زي ما قولك كده نشاء نذاكر فكاش كل بتاعنا ونصحها فكاش كل بتاعنا نبصش فكاش كل غيرنا غيرك شاطر أنت اللي قديت له الفرصة أن يكون شاطر نبص في الورقة بتاعتنا في البداية إحنا نسمى من موجود دعوة للحوار وأيضاً موجود جهة زي الأكاديمية الوطنية للتدريب إن هي تدير هذا الحوار إنها جهة مستقلة وفي نفس الوقت عندها تجارب جيدة من تنظيم منتدات الشباب وغيرها وفي نفس الوقت تتبع رئاسة الجمهورية فعندها الميزة إحنا دلوقتي في مرحلة إرسال دعوات الحوار وأنا يمكن شفت بمتابعتي حتى لعدد كبير من الأصدقاء بعتوا لنقابات بعتوا لإعلاميين لرؤساء تحرير لأيضاً حزاب سياسية وطيارات سياسية مختلفة حتى المعارضين حتى أسماء يعني كان لها فترة طويلة جداً مش مشاركة في العمل العام فالدعوة بحد ذاتها تدل إن إحنا أمام حوار جات حوار منطقي حوار هيكون لي نتائج على المدى القصير والبعيد شايف الحوار أنه ترتيب الأولويات سواء كانت اقتصادية أولاً بعدها سياسية أو أيوم أقرب إزاي الجمهورة يحس بالحوار وأهميته؟ أولاً هو لما يشوف ممثل هو قريب منه حاضر ومشارك في الحوار هيتأكد من جدية الحوار أولاً وأنه رأيه مسموع في الداخل أما بالنسبة لنقطة السوشيال ميديا أنا لها بس ملاحظة بسيطة إن إحنا يريد إن السوشيال ميديا ما تفردش أجندتها على الحوار جايت أقول كده سابت أنها بتأخذ الحلقة لا معلش يعني أقول لحضرتك دايماً يمكن كنا بنتكلم في إعداد البرامج وغيره إن أنت جبت من السوشيال ميديا الفكرة بتاعت البرنامج بتاعك أو فكرة الحلقة اللي هتعملها وإلا أنت بتعمل حلقة مؤسرة تأثر في السوشيال ميديا فدي القضية الجدلية لأن زي ممكن كلمنا هنا وكلمنا في جلسات أخرى إن السوشيال ميديا ما فيش ضوابة معينة لياه كل وقت عام صفحة عنده صفحة شخصية هو يمتلك قناته التلفزيونية يمتلك صحفته الخاصة لدرجة إنه أحياناً بيعظم أنا بشوف كتير جداً وبعضهم أصدقاء لأسف إنه يكتب فيه بوست معين ويكون فيه قرار حكومي مدرس من ثلاث شهور بيتناقش على قرار معين ويقول زي ما استجاب الوزير الفلاني للبوست بتاعي فهو فيه تقدير مجازة فيه في قوة السوشيال ميديا بالنسبة لبعض الأشخاص السوشيال ميديا هيتحل دايماً أنا بتطفق مع كل أسد زيتي فيما يخص عودة الإعلام التقليدي الراديو والتلفزيون والصحافة خاصة في صحافة إكترونية في برنامج زي كلام في السياسة أنا متابع الحلقات اللي فاتت حتى فكرة مشاركة الشباب من سياسة اقتصاد أو إعلام أو غيره كل دي عوامل بتؤدي ليه وضع السوشيال ميديا في وضعها الطبيعي شكراً لحضرتك سيادت النائب تايسير مطر شكراً سيادتك أنا الحقيقة شايف أن الحوار شيء جميل جداً خطوة على طريق ممتاز هيشعر بها المواطن لما يلاقي الموضوعات اللي بتتناقش بتمسه هو شخصي ويشعر بأن فيه ناس مهتمة بيه أو صوته مسموع عند الناس النقطة المهمة كمان أن بعد الحوار يلاقي شيء على الأرض الواقع يتحقق يشعر بأن الحوار بقى ليه أهمية عنده يتحقق على كل المستويات نشاء على كل المحاور فالمواطن النهاردة لما بيرائب الحوار الوطني اللي صادر من السيد الرئيس الجمهورية بقى عنده ثقة لما شاف الأكاديمية هي اللي بتدير الحوار بقى عنده قناعة بأنه فيها ديمقراطية هيبقى في مفاهاش تحيز لحد أو اتجاه لحد على حد آخر النقطة الكمان المهمة أن المواطن النهاردة ابتدى يشوف أن إيه اللي هيطلع من الحوار إيه اللي هينعكس علي فيه إيه اللي هيرجع علي أنا ولادي ومستقبلي وخاصة أن العالم كله النهاردة متلغبط النقطة لكن هقول حاجة بسيطة أو بسانية إنما إننا بقى بتمنى إن الإعلام كله بكل المواقع إنها تتوسع شوية ما تبقاش موضوع مقفول على الجزء الإعلامي فقط لأن المواقع الأخرى بتخلي الناس تدكل فيه موضوعات هي مش عارفة صحيتها من أخطاء فيبقى أنا عايز المواقع الرسمية والأصلية تطلع لي معلومات أب أنا عارف أعمل مقارنة صح إيه صح وإيه الغد نشكر حضرتك دكتور ياسر سريعا عشان الوقت سريعا عشان نشرة 12 آه هو فضل 11 دي على نشرة 12 لا يفهم ما فيه تجهزات للنشرة آآ فضل معنا دكتور آآ خطوة خطوة الحوار هي خطوة أعتقد أن هي عمل من أعمال السياسة الزكية آآ إذا جاز تعبير ممكن نعتبر أن الثماني سنوات التي مرت أنا ممكن أسميها سنوات الاستفاف والصبر وأتصور أنه الثماني سنوات المقبلة يمكن أن تكون سنوات الانفتاح ومشاركة العموم في إدارة الهموم والتوقعات وبالتالي أفضل شيء يمكن أن يحدث لتحقيق هذا الانفتاح المقبل ومشاركة الناس في إدارة توقعاتهم وهمومهم أفضل تأسيس لذلك هو حوار وطني مدروس إزاي يكون الحوار وطني مدروس فكرة ليست بقى واضحة المحددات واضحة على المستوى الماكرو وليس المايكرو يعني على المستوى الإجمالي وليس التفصيلي لازم الحواري بقى المستوى الإجمالي أربع محددات أو محاور أنا يعني حاولت أن أنا أقترحهم محتاجين أن نحدد المحاور محور سياسي، محور اقتصادي، محور إدارة العامة ومحور الإعلام وصقافة أتصور أنه إحنا ما نتشعبش أكتر من كده ونركز مداولتنا وحواراتنا نفس الطريقة انتخاب شخصيات لها خبرات وخلفيات ومصالح متبينة خبرات وخلفيات ومصالح متبينة اعطاها حصص متكافأة عادلة في وجود الجمهور وإدارة تنظم ولا تتدخل أو تتعسل إذا نجحنا في ذلك مع التزام بهذه المحددات بنكون عملنا نموذج لحوار وطني ناجح إن شاء الله إن شاء الله بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وطبعا بشكر الجمهور لمنوارنا بشكر ديوفنا الكرام الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن وقناة ديوم سي أهلا وسهلا بحضرتك شكرا تشريفك الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ النائب سليمان واهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوافد المجلس النواب النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية ورئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي أيضا نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى حلقة جديدة من كلام في السياسة